موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الأعدادي مع درس جديد من دروس مادة العلوم النهاردة إن شاء الله بحل معاكم محافظة الغربية وبكمل معاكم حل المحافظات العام الماضي والأعوام السابقة علشان تتمرنوا على أكبر كمية من الامتحانات هنبدأ مع بعض كده امتحان محافظة الغربية السؤال بيقول اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة في تفاعلات الانحلال الحراري يتفاكك المركب إلى مكوناته البسيطة ولا عناصره الأولية ولا مركبات أخرى ولا جميع ما سبق طبعا بيتفاكك إلى كل اللي حصل ده وحدة قياد شدة الطيار الكهرابي هي الأوم ولا الأمبير ولا الفولت ولا الكولوم والإجابة هي الأمبير بتحل الفلزات الناشطة محل الهيدروجين في المية وبينتج نقط واتصعد غز الهيدروجين طبعا بيتحول إلى هيدروكسيد الفلز على طول السؤال الرابع بيقول يتركب نقط كيميائيا من حمد نووي يسمى DNA مرتبط مع بروتين والإجابة هي الكروموسوم أذكر أهمية كل مما يأتي الطاقة النووية في مجال استكشاف الفضاء تستخدم كواقود نووي للصواريخ المستخدمة في استكشاف الفضاء الريوستات المنزلق في الدوائر الكهربية التحكم في شدة الطيار وفرق الجهد عن طريق تغيير المقاومة الكهربية السؤال رقم جيم بيقول استخدم الرمزين Y Capital Y Small في التعبير عن ناتج تلقيح نباتي بسلة كلاهما أصفر البزور هاجين موضحا الأباء والأمشاج والجيل الناتج يلا نشوف مع بعض المسألة أنا عندي كده Y Capital Y Small ده اللي هو الأب الأول يتزاوج مع التاني زيه بالضبط Y Capital Y Small دول البرانس أو الأباء يلا نجيب الجاميطات أو الأمشاج هنعمل انعزال عوامل حسب القانون الأول لمندل يبقى عندك Y Capital في ناحية وY Small في ناحية Y Capital في ناحية والY Small في ناحية هتجيب بقى الفيرس جينيريشن أو الجيل الأول هتاخد الY ديت مع الY التانية هتدي Y Capital Y Capital ونفس الY مع الY البعيدة هتدي Y Capital Y Small وبعدين تاخد الاتنين اللي جنبه بعد دول يبقى Y Capital Y Small وتفضل Y Small مع Y Small يبقى هنا Y Small Y Small النسبة هتبقى 3 هيبقى لونه أصفر البزور و1 أخضر البزور والنسبة يعني 1 إلى 3 يعني 25% إلى 75% السؤال التاني بيقول أكمل العبارات الآتية بما يناسبها في بداية التفاعل الكيميائي تكون نسبة المتفاعلات طبعا يا جماعة 100% الصفات غير قابلة للانتقال من جيل إلى جيل آخر تسمى الصفات المكتسبة اللي هي مش بتتنقل من جيل لجيل من أمثلة الخلاق الكهرو كيميائية العمود الجاف الحجارة بتاعت الرموت مثلا اسمها كده عمود جاف يستخدم جهاز نقط لقياس المقاومة الكهربية طبعا جهاز الأوموميتر علم لما يأتي تفاعل حمد الهيدروكولوريك المخفف مع برادة الحديد أسرع من تفاعله مع قطع من الحديد لها نفس الكتلة بدم قالك برادة يبقى مساحة سطحة فهنقول له لأنه كلما زادت مساحة السطح المعرض للتفاعل زادت سرعة التفاعل الكيميائي ده بالنسبة مع برادة الحديد لا يتفاعل النحاس مع حمد الهيدروكولوريك المخفف لأن النحاس أقل نشاطا من الهيدروجين الذي أصبكه في متسلسلة النشاط الكيميائي السؤال رقم جين بيقول لي احسب قيمة القوة الدفعة لكهربية للبطاريتين اللي قدامك علما بأن القوة الدفعة الكل عمود واحد ونص فولت انت شاهد فينا التوصيل عامل إزاي على التوالي لأنه موصل لك سلب الأول مع موجب التاني وسلب التاني مع موجب التالت وسلب التالت وموجب الأول عاملين بطارية فانت هتقولي بقى ان قاف الكلية اللي هي بتاعة البطارية يعني هتساوي قاف للعمود الواحد في عددهم نون وزا كان الواحد بواحد ونص وعددهم تلاتة يبقى هيطلعوا عندك باربعة ونص فولت يبقى دا اللي هو شكل واحد هيطلعوا اربعة ونص فولت وبدأ ما احسب يبقى لازم تكتب اللي انا كتبته طالما قالك في المسألة احسب نيجي للشكل اللي بعد كده حنلاقي عمود عندي بواحد ونص فولت متوصل على التوالي مع عمودين متوصلين على التوازي اللي متوصلين على التوازي دول هيطلعوا واحد ونص واللي جنبه هيطلعوا واحد ونص بهم اللي اتنين هيطلعوا تلاتة فولت لان فيه توالي وتوازي مع بعض سو بما تحته خط في العبارات الاتية تمكن العالم مندل من اكتشاف كيفية تحكم الجين في ظهور الصفات الوراثية احنا عندنا العلماء دول اسمهم ايه بدل و تاتم الاتنين العلماء دول خدوا جازة نوبل لانهم ما عرفوا ازاي الجين بيتحك في ظهور الصفات الوراثية تنحل نطرات السوديوم عند تسخينها الى نيتريت السوديوم ويتصاعد غاز الناتروجين لا يا جماعة بيتصاعد غاز الاكسوجين وانا بسخن النطرات بيطلع منها غاز الاكسوجين اذا تزاوج فردان مختلفان في زوجين او اكسر من الصفات المتقبلة تورس صفة كل زوج منهما معا وتظهر في الجيل الثاني بنسبة 3 الى 1 طبعا معا غلط تورس كل منهما مستقلة كل واحدة لوحدها والسؤال رقم به بيقول ماذا يحدث في الحالات الاتية وضع قطعة ماغنيسيوم في محلول كابريتات النحاس الزرقاء هنقول له يحل الماغنيسيوم محل النحاس الذي يترصب باللون الاحمر ويختفي لون كابريتات النحاس الزرقاء لتكون كابريتات الماغنيسيوم عديمة اللون تعرض جسم الانسان لجرع شعية كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة طبعا يا جماعة بيحصل تدمير لخلايا النخاع الشوكي وتدمير للجهاز الهضمي والجهاز العصب المركزي والطحال ويصاب الانسان بالاعياء نتيجة انخفاض عدد كرات الدم الحمراء مما يؤدي الى حدوث التهابات في الحنجرة والجهاز التنفسي وظهور الاعياء والاسهال في النهاية اضافة كمية صغيرة من ثاني اكسيد المانجنيس لفوق اكسيد الهيدروجين ثاني اكسيد المانجنيس عامل حفاز وعامل مساعد هيسرع تفكك فوق اكسيد الهيدروجين الى حاجتين اللي هما الاكسوجين والمية احسب كمية الكهرباء المرة في موصل مقاومته 2200 اوم لمدة 120 ثانية اذا كان فرق الجهد بين الطرفي بيساوي 220 فولت بتعندك كمية الكهرباء عشان تحل المسألة ديت لازم تبقى عارف ان كاف بتساوي حاصل ضرب شدة الطيار في الزمن طيب انا دلوقتي عندي هنا الزمن موجود في المسألة لكن شدة الطيار مش موجودة لكن هو عطيلك ايه في المسألة عطيلك المقاومة وفرق الجهد فتقدر تجيب منها شدة الطيار يبقى حتشيل شدة الطيار وهتحط ايه بقى فرق الجهد جيم على المقاومة لان تيه بتساوي جيم على ميم يبقى حتشيل تيه وتحط مكانها جيم على ميم وتضربها في الزمن اصبحت المسألة سهلة دلوقتي فرق الجهد 220 والمقاومة 2200 في الزمن اللي هو 120 هنضيع سفر مع سفر على 22 فيها الواحد على 22 فيها العشرة هنضيع سفر من هنا مع السفر ده يبقى هتطلع ب12 والوحدة كولوم وكده المسألة تحلت اكتب المصطلح العلمي الدل على كل عبارة من العبارات الآتية حالة الموصل الكهربية التي تحدد انتقال الكهربية منه او اليه طبعا ده يا جماعة اللي هو الجهد الكهربي لموصل التغيير في تركيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة من وح في وحدة الزمن ده تعريف سرعة التفاعل الكيميائي عملية كيميائية تفقد فيها الزارة العنصر الكترونة او اكثر ودي عملية الاكسا ده قارب بين الطيار المتردد والطيار المستمر من حيث التمثيل البياني لكل منهما تعالوا نشوف مع بعض كده ازاي نمثل الطيار المتردد والمستمر هنعمل شدة الطيار كده وهنا الزمن لو كان الطيار بالشكل ده يبقى ده عبارة عن طيار مستمر ده التمثيل البياني شدة الطيار اهي بالشكل ده وهنا ايه اللي هو الزمن طيب لو كان عندي الطيار عامل كده بالمنظر دوت يبقى ده يا جماعة طيار متردد يبقى ده التمثيل البياني بتاعه يبقى احنا عرفنا الفرق بين اتنين بالتمثيل البياني وضح بالمعادلات الرمزية الموزونة تفاعل حمد الهيدروكولوريك المخفف مع ملح كربونات السوديوم واختزال اكسيد النحاس الساخن بامرار غاز الهيدروجين يلا نشوف مع بعض كده حمد الهيدروكولوريك المخفف مع كربونات السوديوم NA 2CO3 كربونات السوديوم زائد 2HCl حمد الهيدروكولوريك المخفف اللي هو ضيل هيديني ايه هيديني اثنين NA CL كوروريكولوريك delsوديوم زائد مية وزائد حاجة كمان معهم اللي هي ثاني اكسيد الكربون يبقى بدينا تلت حاجات اللي هو التفاعل بين ملح كربونات السوديوم وحمد الهيدروكولوريك لما نيجي بقى اللي هو اختزال الهيدروجين لأكسيد النحاس H2O مع CuO بالحرارة حيدينا H2O مية زائد النحاس لوحده يترصب باللون الأحمر أو يفضل موجود باللون الأحمر وبكده أصدقائي نكون نحلينا مع بعض محافظة الغربية في مدة العلوم للصف الثالث الاعدادي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أنتم تكونوا استفدتم من درسنا النهاردة أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته